تفضلوا هات طب ايه يعني مش هتقولي لي تشرب حاجة؟ ما فيهاش اكل ولا شرب خلاص يا عزت ايه ده فيه ايه؟ البنك هيحجز على الفيلا بكرة وانا مش عارفة اعمل ايه انا كبيري معهم اقنحهم ان هم يخلوني هنا اسبوع اتنين بس اكتر من كده مش هينفع والتاني حاجة احنا لازم ندور على مكان نقعد فيه ولازم نحط في اعتبرنا اني نعلم احسن واعظم ناس في البلد انا عارف انت هتقول ايه بس؟ لا مفيش بس ببقى تقوليني ان الوقت ده مش وقت كلامي بالعكس انا بقى اللي بقولك ان الوقت ده هو الوقت المناسب عشان نقول الكلام اللي كلنا بنقوله لنفسنا وكنا بنشجع بيه الناس اللي حوالينا ولا بقى كنا بنقول كلام مش مؤمنين بيه انا تعبانة قوي يا عزت انا مش هكذب عليك انا لحد قبل قرار البنت كنت حاسة ان الامور سهلة وبسيطة بس دلوقتي انا مش عارفة هاعمل ايه ولا هعيش فينا انا ما كنتش متخيل ان انت ضعيفة قوي كده اللي انا فيه مش سهل يا عزت طب ليه ما تقوليش ان ده اختبار لنفسك عشان تعرفيها على حياتها تعرف انت قد المسئولية ولا لا وبعدين يعني والدك قبل ما يبقى مليونير ما كانش يلاقي ياكل مش الست والدتك هي اللي قالت كده يعني انت تقدري تعملي قده مئة مرة بس لازم تصدقلي يعني مفيش مشكلة شاهد صعب صعب لا ده انا كده بقى بقى تخميت فيك عن ازدك طريح فيه نقطة بصراحة انا لما حبيت حبيت واحدة قوية بتقدر تعيش في الحياة مهما حصل لها مشاهد انا لما جيت وقلتلك انا مش قدك ومش قد عيشتك ومش غاني زيكو انا مكنتش بهذر انا كنت بكلم بجد مع اني عارف ان انا مرتبي ما يجيش نص مصروفك اللي بتاخديه من والدك بس اللي انت مش فاهمها بقى ان انا ان انا لما جيت وقلت اللي ات بحبك كنت متخيل ان انت يا تقفي معايا وتتحملي حياتي عشان نعمل اللي احنا عايزينه وقال انت كنت متخيلة ان انا ممكن اقبل ان انا اخد فلوس من ابوكي وعاش بيها ينفع؟ كلامك حلو وبيطن مني وبيأكد لي قد انا اخترت صح بس انت يا عزة عمرك ما تحس باللي انا فيه لان انت مش فالموقف نفسه انا مهما كانت قواتي ومهما كانت الافكار اللي في دماغي اللي تخليني اواجه اللي انا فيه انا في الاول وفي الاخر انسان بيتأثر بكل حاجة بتحصل حواليه واللي حصلتها بالسحل صعب صدمة لي يا عزة عارف انها صدمة اقولكي بس اعتبريها تجربة عشان تعرف انت فهم الدنيا وعشان كمان تعرف الناس اللي حواليك وساعتها بقى انت اللي هتختاري مين تسقطين من حساباتك ومين يكمل معاك بقيد حياتك او ان انت حتى تقيسي ايمانك بنفسك يا اما يبقى قوي وتفضلي شاهد بتاعت زمان اللي مفيش اي حاجة تغيرها في الدنيا او انك تكتشفي ان انت كنت بتتحكي وعلى نفسك وانك محتاجة تتغيري فعلا تعرف انك لامك ده ريحني قوي وحسسني قدقى ان انا ممكن اعدي الامر مسهولة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ايه المدخرة دي اخصى عليك بنت جللت الجذب من دول البنات بقى ابوك مرمى في المستشوى بين الحياة والموت وانت برمية في حضة النضع دي انت مجنونة ولا ايه؟ انت اكيد فهمة غلط فهمة غلط؟ فهمني انت صح يا اخوي كان ناجس ايه؟ ها؟ ناجس اخوش الا ايه عشا يلعايل على يدها؟ ايه ده ايه ده في ايه عالصومة؟ في ايه فوزيلة؟ بزعايل ايه كده؟ صح النوم يا مرتخول طبعاً ما انت ينينه على داريانة وتلاقيك كمان بتحلمي باليوم اللي اخويا يموت فيه والدورة تتصارمح يمين وشمال انا هتصارمح يقللت الادب؟ بتتطروب ايه؟ بتتطروب ايه يا كريمة؟ عشان لسانة طويل وقللت الادب ولو زودت كلمة هاجبك من شعرك وهتردك زردة الكلام خبر ايه؟ انحقني يا اخويا انحقني مصيبة فضيحة وعارة حصة ليه يا فوزيلة؟ انا مش هقول عليه شفته بعيني لما تعرف ان مرتك اخوي دربتني بالجلم يا مرعك الطافح ده ده موك الحج الكبير عمره مع مالحة لا لا يا كريمة اخص عليك اخص حصة ليه يتكلم ما جادرش اقول يا اخوي انت اجيه؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اشتر يا رب اصلي ايه؟ دخلت الاجتل هنبداي؟ فحض النطع ده وهدك يا اخناص يا خرفونا يا قلت الادب يا قلت التربية تا الكلام ده مش صح الكلام ده ما حصلش انت عايزة ايه جنازك اشباعي فيها لاطن عايزة ايه؟ عايزة حافظ على شرف اخوي ان انتم مرمتين في مرم لا انا انت مش عايزة علم بقى ده انت عايزة اخبر انا محيزة ايش خاروحي بحق عنينا ده انتك بتحطينا في كل حتة هو واحد ايه؟ ودخلتك علينا كالدخلت شو؟ بتاخد بناتك وتحلي عنينا فارزية 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 تأكده من الكلام ده؟ متأكده طبعا يا اخوي شفتهم بعلي بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ احنا عايزينك يا اخوي ودول احنا خلاص طلعناهم من زمتنا اذا كانت هي ولا بناتها مضغوروا وتحلوا عنينا وانت يا اخوي يلا اخوي بعايزيني تشوفوا الشاكينة تاني استنى عيندك با بالامركة هذا يكفي بتاخدك تطلب حياتي طبيلي العزة هشعج ادتك ادتك عزت عزت استاني